بسم الله الرحمن الرحيم الله يجدكم العافية رح نتحدث اليوم في محاضر رقم سبعة في وحدة جديدة حاول الوحدة رح نتحدث فيها عن مفهوم النهايات والاتصاب اليوم رح نأخذ أول درسين من هاول درس الأول نتحدث فيه عن مفهوم النهايات ودرس الثاني رح نتحدث فيه عن طريقة حساب النهايات يعني في الدرس الأول رح نشوف نهايات رح نشوف معناها بالشكل هندسي يعني من خلال الرسم رح نشوف كيف نطلع النهايات رح نشوف أغلى المفاهيم التي تهمنا في مفهوم النهايات والدرس الثاني رح نتحدثي عن كيف نحسب النهايات وشو خصاص النهايات وشو النهايات الأساسي ووووه إلى آخر طبعا حضرت اليوم جدا ممتعة رح تكون جدا بسيطة ما فيها أي صعوبة وإن شاء الله رح تلاقيها ممتازة كمان وما اليوم ما قدرت أكتب خط إيدي يعني ما قدرت أكتب خط إيدي إيدي مجروحة فطبعت المحاضرة طباعة وتمنى أنها تكون أحسن أو أوضح وأنا شايف أفضل من ذلك استخدمت رسومات كثير من الكتاب وما غيره فإن شاء الله رح تكون محاضرتنا واضحة كثير في الشابتر الأول هذا هو الشابتر الأول واحدة الأولى عنوان هذا الشابتر النهايات والاتصال إذن في هذا الشابتر أو في هاي الوحدة رح نشوف النهايات بشكل عام ورح نشوف مفهوم الاتصال لأنه مفهوم الاتصال مرتبط جدا في النهايات فإذا ما حكينا الدرس الأول هو الليمت نهايات بشكل عام شو معنى نهايه خلينا نشوف بهذا الشكل وشو معنى هذا الكلام طيب الآن لو ثبتنا عدد اللي هو ثنين هذا العدد الثنين بدنا نشوف صور لعداد الحوالي الثنين صور لعداد العيمين الثنين وصور لعداد العيسار الثنين هاي صور لعداد العيسار الثنين هاي صور لعداد العيمين الثنين لو قربنا من الثنين هل الصور تقترب من هاي النقطة دهي ثلاث يعني نحن لغاية الآن ما نشوف مفهوم الامت يعني ندرج مفهوم تقارب أعداد تقارب أعداد على اكس هل بتتقارب صورها على واي ولا لا فمن خلال جذول التعويض ومن خلال الرسم نلاحظ ان صور لعداد العيمين الثنين لو زغرنا كثير يعني يعني أقرب ما يمكن يعني ثنين واحد بالألف زي ما تشاهد ثنين وخمس بالألف تمام؟ وثنين واحد بالمية ثنين وخمس بالمية ثنين واحد بالعشرة ثنين وخمس بالعشرة نظم العالمين نفس كلام من علي صار فكل ما اقتربنا كل ما اقتربنا بشكل دقيق للثنين من علي صار وكل ما اقتربنا بشكل دقيق للثنين من علي مين يصار يمين تلاحظون أعداد تقترب للصورة اللي هي نفسها ثلاث يعني هنا في عندك ثلاثة وفراطة وهنا عندك ثلاثة إلا فراطة يعني عدد قريب جدا للثلاث فمفهوم النهايات يجب من خلال هذا الكرام أنه أنا ما بدي أدرس صورة العدد نفسه ما بدي أدرس صورة العدد نفسه أنا بدي أدرس صورة العدد اللي قريب منه واضح؟ ما بدي أدرس صورة العدد نفسه بدي أدرس صورة العدد القريب منه طيب ليش؟ ليش بتروح شوف صورة نفسها لأنه في بعض الأحيان يكون اقتران غير معرف عند هذا العدد زي صفر المقام مثلا مجال تحدثنا عنه سابقا فبعض اقتراناتنا يكون معرف عند هذا العدد يكون في عندك كانت دائرة فما إلا صورة فإحنا عدنا فضول نشوف صورة العدد الحوالي لمن تخترب طبعا أيضا لغيات فيزيائية أو غيات هندسية زي ما بنا نفوت في هاي المواضيع بس عدنا فضول موضوع بكل بساطة وبعدين بنشوف شو فيه عليه بس إنه في بعض مرات إحنا بنحتاج نشوف صور العدد اثنين ايش وبكون اقتران غير معرف عنده اثنين فإحنا بنروح نشوف النهاية حوالي اثنين واضح فهذا مفهوم يعني هيك يعني شوي مفهوم العدد التي تقترب نعليمي وتقترب نعليمي وتقترب نعليصار والصور كيف شكلها الآن بدنا نشوف مفهوم النهاية فإحنا لديفنشن تعريف إذا كانت قيم الاقتران ف كانت قريبة جدا من العدد اللي بدنا إياه لهوال باي تيكينغ فاريس أوف اكس سوفشنطلي كلوز تو اي إذا خذنا قيم اكس كانت قريبة أيضا من ايه وما هكذا بكانا بتنوت ايكول في التعريف هيك بتنوت ايكول يعني ما راح تساوي ايه زي ما حكينا في النهاية هي عداد تقترب ولا تساوي تمام ثم ننات هذا كلام إيش اللي معنى هذا الإشي إذا وجدنا أنه مجموعة الاعداد يعني هذا معنى كلام لفوق إذا وجدنا أنه مجموعة الصور تقترب إلى عدد معين اللي بدنا إياها هو L إذا متى هاي الصور تقترب إلى عدد الاسمه L لقيم X التي تقترب من A مش تساوي A واضح وجدنا الصور تقترب إلى عدد اسمه L لقيم X التي تقترب من A ولا تساوي A إذن هذا كلام يكون صحيح 100% طيب هايك إحنا بنختب اللمت هيك النهاية إحنا بنختبها هاي بمعناها اللمت لما X تقترب إلى A للاقتران أفو في X بساوي L واضح النهاية عندما X تقترب إلى A للاقتران بساوي L واضح الهي L هاي الثلاث والA هي الثنين هسه بنشوف في أمثل كثير واضح الآن كيف بنقرأها المفروض يعني بنقرأها كالتالي which is read the limit of F of X as X approach A is L يعني شو معناها هذا كلام؟ معناها النهاية للاقتران F of X عندما X تقترب إلى A هي L هاي هيك معناها أو بنقرأها على الشكل التالي F of X approach L اللي اقتران F of X يقترب من L أو الصور تقترب من L عندما X تقترب من E هيك approach معناها تقترب أو تتقارب and it can also be written هاي صيغة الأصلية اللي رح نستخدمها في كتابة النهايات وهاي الصيغة الثانوية احنا رح نشوفها في كتابة النهايات هاي الصيغة الأصلية هاي هي المستخدم اللمت وهي المتعام معها لكن هاي الصيغة أخرى لكتابة اللمت هاي شو معناها الاقتران يقترب لأل عندما X تقترب لأي بس هيك معناها واضح؟ فلو شفنا هذا المثال طبعا هذا المثال يعني هذا الموقوع الاقتران المثالاتي والنهايات رح نشوفه بشكل خاص لكن احنا هيك احنا في section 1 رح نشوفه فقد النهايات بشكل الرسم يعني في رسمي ومتطبع النهاي من خلالها فالموضوع حيث رح يكون فالآن لو جينا على هذا الاقتران طبعا هذا الاقتران موجود عندنا علاقته Y بساوي أفض X وبساوي sin X على X هذا الاقتران لو جينا عند الصفر لو شفنا النهاي لما X تقترب إلى الصفر فبتلاحظ أنه أصلا الصفر ما إلو صورة ليش الصفر ما إلو صورة لأنه صفر مقام أنا عن نفس الموضوع كنت تحدثين قبل شوي فصور الاعداد اللي حوالي صفر يعني ما بشوفنا صورة العدد الموجود هنا ولا العدد الموجود هنا لا بشوف عدد قريب جدا من الصفر من اليمين ومن اليسار فبتلاحظ أنه صورة العدد من اليمين هيك ترفع خط خلينا نرفع خط يعني مشكلة فصورة العدد من اليمين رح تكون هيك وصورة العدد من العليسار رح تكون أيضا هيك فبتلاحظ أن العدد من اليمين والاعدد من العليسار تقترب العدد معين اللي هو إيش واحد فعشان هيك النهاية عند هذا العدد للاقتران سين أكس على أكس بساو واحد فمكتوب عندك هذا كلام الليمت لما أكس تقترب إلى الصفر واضح؟ يعني هيك زي ما شفنا كيف نكتب الليمت لما أكس تقترب إلى الصفر للاقتران شو هو الاقتران؟ هو سين أكس على أكس نكتب سيغة الاقتران شو بساوي؟ العدد الذي تقترب إليه تقترب إليه الصور هو واحد على هذا الشكل واضح؟ أو نكتبها بصيغة أخرى الاقتران سين أكس على أكس اقترب إلى الواحد عندما أكس تقترب إلى الصفر طبعا هذا كلام نادر إحنا ما نستخدمه إحنا دائما نستخدم هذا الكلام هذه صيغة الليمت اللي راح نشوفه إحنا دائما واضح؟ الموضوع إن شاء الله بسيط طيب الآن في عندنا مفهوم فإحنا زي ما حكينا ونعيد مرة ثانية في هذا الدرس راح نشوف مفاهيم راح نشوف موضيع عن تعريفات معينة في موضوع الليمت فالمفهوم اللي آخر راح نشوفه هو الone-sided limit فمن اسمها نهاي من اتجاه واحد one-sided limit النهايات من اتجاه واحد فشو مكتوب عندك؟ أنا كاتب لك أن المت we used before النهاية اللي استخدمناها قبل شوي هي هاي المت لما اكس يقترب ليه هاي شو بسميها is called two-sided limit هاي بسميها النهاي من جهتين ليش؟ because it requires the value of f of x to get closer and closer and closer to l as values of x are taken from either side left or right يعني هاي النهاي اللي قبل شفناها عشان كنا لما كنت أشوفها كيف كنت تتعامل معها كنت أروح أدور على الاعداد اللي تقترب من على اليمين ومن على اليسار من على الجهتين فعشان هي كم نسميها نهاي من على الجهتين واضح واضح فمعنى هذا الكرام انه هاي النهاي احنا نسميها نهاي باتجاهين انه كنا نحتاج ان نبحث عن الاعداد اللي تقترب لأفوف x من على الجهتين left and right للعدد x وساوي واضح الآن one-sided limit لهم هذا التعريف ولهذا التعريف وشفناها الزمان النهاي من على اليمين والنهاي من على اليسار فقط فالone-sided limit احنا بنحدد اتجاه واحد الدراسة النهاي الone-sided limit احنا بنحدد اتجاه واحد الدراسة النهاي فعنا نهاي من على اليمين فقط ونهاي من على اليسار فقط واضح؟ فالأولى هي النهاي من على اليمين فاحنا بنشوف صور الاعداد التي تقترب لx من على اليمين بس اللي هو اي اكس بساوي والثاني صور الاعداد التي تقترب لx بساوي يعني اي من على اليسار فقط احنا بنسميها نهاي من على اليسار على هذا الشكل فلو شفنا هاي الرسمي وهذا اقتران شفناه زمان شفناه في المحاضرة الماضي لما قلت لك هذا بساوي اما واحد اما ناقص واحد الى اخيرة منجوز العكس كان المهم هذا اقتران على هذا الشكل فهذا اقتران لو جينا درستنا النهاي لx يقترب الى صفر من على اليمين باللاحظ انه بساوي واحد اي صفر خلينا نكتب بحرم الحب نكتب اي صفر هذا هو العداد الصفر من على اليمين واحد ومن على اليسار ناقص واحد فالنهاي من على اليمين غير على النهاي من على اليسار فهذا من يعني من احد يعني من احد الاشياء اللي خلطنا ندرس النهاي من على الجهة واحدة انه بعمرات تكون نهاي من على اليمين غير على النهاي من على اليسار زي مثال شفناه لا فالنهاي من على اليمين بتساوي واحد بتسبب الرسم احنا لغاية ما شوفنا كيف نحسب النهايات والنهاية من على اليه صار بسارة ناقص واحد بسارة رسم bastante فهذا هو فوم الوان سايد الدمت النهاية من على جهة واحدة الآن شو العلاقة بين النهاية من على جهة واحدة والنهاية من على جهتين العلاقة تكمن في المكتوب عندك هنا واضح هو نفس المكتوب في فوق لكنه بشكل مختصر النهاية من على جهتين بتكون موجودة وتساوي عل إذا وفقط إذا النهاية من على اليسار بتكون موجودة وتساوي L وتساوي النهاية من على اليمين هيك واضح وبشكل عكسي إذا كانت النهاية من على اليمين موجودة وتساوي النهاية من على اليسار فإن النهاية من على الجهتين موجودة وتساوي نفس العدد اللي كان يخترب ليه الموضوع نفس العدد L نفس العدد L واضح فالنهاية من على الجهتين بتكون موجودة إذا كانت النهاية من على اليمين موجودة وتساوي نهاية من على اليسار او نهاية من على اليسار وحكا اذا هذا هو اللي رح نشتغل عليه هذا المفهوم فمن خلال الرسم لو شفنا النهاية الرسمات الموجودة عندنا طبعا هي نفس النهاية نفسها بس شو بفرق معاك صورة ايه هنا موجودة وما بتساوي للنهاية هنا موجودة بتساوي نهاية من على اليسار وهنا مش موجودة بالمر فعنى زي ما حكينا ان وجود الصورة وعدم وجودها ما بيأثر على النهاية على النهاية هل نواثر بعدها على التسار النهاية مع النعلاقة واضح طيب فهي العدد ايه النهاية من على اليسار بساوي واحد والنهاية من على اليمين بساوي ثلاث ونفس الاشي النهاية من على يمين بساوي ثلاث نهاية من على يسار بساوي واحد نهاية من على يمين ايه نهاية من على يسار ايه فمكتوب عندك هنا للكل النهاي من الأ المين a بيصغل ثلاثة والنهاي من الإيصار a بيصغل ثلاث ويصغل واحد فالآن لو جيت قلتلك هل النهاي من على الجهتين موجودة فبلاحظ انه In all three cases في الحالات الثلاثة لفوق لتو صايد اتدمت ان هاي نعجحتين does not exist طبعا does not exist هي معناها غير هاي مكتوب غر موجودة غر معناها كلام ثاني الان احنا لازم اغيرها دانا صار اغلط في المحاضرات ما بعرف ليش فهاي غر هي غير طبعا بعدين راح اغير احملها في pdf هاي غير دير بالك مو تمشي تروح الله على طول غر غير موجود ان هي does not exist معناها غير موجودة طبعا احيانا نختصرها في هذا الرمز dne dne does not exist خصوصا في الامتحالات نكتب dne احنا نتغلب لما نكتبها هاي شايفها نشوفها كثيرة فنحنا نكتب dne الان النهاية العجهتين بتكون غير موجودة نهاية غير موجودة ليش لانو الone sided damit نهاية من على جهة واحدة are not equal مش متساويات النهايات من على جهة واحدة مش متساويات لان هاي النهاية هاي النهاية لا تساوي هاي النهاية نهاية من على اليمين لا تساوي نهاية من على يسار اذا النهاية من على الجهتين غير موجودة ماضح حلو طيب حضرتنا ممتعة جدا في لمثل الثلاثة الفوض هاي العدد a نهاية من على يمين بتساوي تخترب اثنين ونهاية من على يسار تخترب ايضا اثنين الصورة الموجودة مش مهم حتى لو كانت في الحالة هاي النهاية من على اليمين نهاية من على اليسار هاي الصورة موجودة لكن الصورة نهاية من نهاية ما بنظر الها النهاية من على يسار اي بساوي اثنين اذا النهاية من على الجهتين موجودة وتساوي اثنين نفس العدد واضح فهذه هاي علاقة بين النهاية من على يمين والنهاية من على اليسار مع النهاية من على جهتي بس بكل بساطة طيب عندنا اليوم او عندنا هسه مفهوم اخر هو الانفينت لمتس الانفينت لمتس صح تحماي انفينت لمتس معناها النهايات التي يكون او تكون اجابتها انفينتي سواء كانت موجب انفينتي او نابس انفينتي حلو كنا نشوف زمان النهاية لما يكون جواب انفينتي نقول عنها غير موجودة حلو الان شو اللي صار ديش صار تكتب انفينتي ما تقول غير موجودة الان بشكل رياضي موجب انفينتي ونقص انفينتي هي فعلا اعداد غير موجودة ضمن اعداد الحقيقي غير موجودة عشان هيك انت تكون زمانة تكتب غير موجودة الان للمعنى الهندسي والمعنى الرياضي بدنا نكتبها هاي لها معنى لما يكون عندك نهاية جواب انفينتي هاي لها معنى هاي لها اعتبارات انا مقصد هندسيا في الرسم اعتبارات في الرسم واعتبارات في الرياضي اعتبارات هندسية رح يطلع عندك شيء معين في هاي الرسم وهذا شيء مهم جدا رح نشوفه بعدين اعتبارات رياضيه لما تكون الليمت بتكون موجب انفينتي معاناته الاقترام بتزايد بدون حد اذا كانت سالب انفينتي معاناته الاقترام بتناقص بدون حد في عندك انحراف في الرسم بشكل فضيع واضح؟ فعشان هيك احنا بدنا ندرس النهايات تكون ايجابتها انفينتي سواء كانوا فبطلت غير موجودة بطلت غير موجودة لكن هي فعليا غير موجودة ضمن اعداده حقيقي لانه احنا بنعرف انه موجب ما للنهايه والنقص ما للنهايه غير موجودة ضمن اعداد حقيقي فالآن بدك تستحصح معاي فلو جينا على هالي الاقترام واحد يساوي اكس شوفنا الزمان بنعرفوا هاد اقترام ما عندنا اي مشكلة فيه ما عندنا اي خوف لو دراسنا الاعداد التي تقترب لأكس منع اليسار فبتلاحظ انه الاعداد هاي هي السفر على سنو ما تقترب للسفر منها اليسار هاي السفر الاعداد اللي تقترب للسفر منها اليسار لو جيت لأقرب عدد ممكن اطلع اخي انا بنحب نكتب احنا بنحب نكتب وتحب تغلبوني هذا هو العدد اللي على يسار السفر لو جيت بديك تدرس صوته بتلاحظ انك قاعد بتدور وين في القاع في القاع بتدور ايه ما راح تقرب ايه فما راح تقرب ايه فانت قاعد بتدور في القاع احنا قلنا واي بتساوي اكس اه ما يلو صورة عنده صفر لنصفر مقام واحنا قلنا هاي الرسمي لا تقترب لخط الاكس ولا لا تقطع خط اكس ولا تقطع خط واي لكن اعداد حوالي الصفر ايه صور نير بالك الصفر ما اله صورة الخمس بالمية الها صورة الخمس بالالف الها صورة الخمس بالعشر الالاف الها صورة الخمس بالمليون الها صورة انا بقصد اعداد عشرية حوالي الصفر او الاقل او الاكبر ايه صور ماشي ايه صور لكن هاي الصور اه فضيعة يعني براح تلاقيها سالب كده 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 ألف ماشي سواء كان على اليسار أو من اليومي فمن على اليسار الصور تقترب إلى المال النهائي يعني نقدر نقول عنها مال النهائي تقترب إلى المال النهائي السالب مال النهائي هاي معناها الهندسي decrease without bound أو decreases without bound decreases without bound معناها تتناقص بدون حد هاي الصور يعني رايح إلى القاع بدون حد ومكيف هنا نازل تحت وهذا فهذا معناه الهندسي decreases without bound ومن على اليمين increases without bound تتزايد بشكل فضيع بشكل بدون حد تتزايد بدون حد فعشان هيك نهائي من على اليمين الصفر لهذا الاقتران هو واحد على الأكس من على اليمين plus infinity ومن على يصار minus infinity فهذا خط الأعداد y هيك موجب هيك سالب ديب بره تمام فهاي هي الانفنيت لمت مرة أخرى الانفنيت لمت هي النهاية التي تكون إجابتها plus infinity أو minus infinity فعشان هيك هاي بيسميها وهاي بيسميها واضح طيب في عنا أمثلة أكثر بشكل عام طبعا أنه هو هذا نفس الاقتران واحد على الأكس يعني نفسه هذا الاقتران لكن أثرنا على الأكس بسالب ما صار عندك إزاح على اليمين وهذا كلام صحيح للكل تمام طيب لو جينا على نهاية من A B C D الآن A هو الأدد تمام A نهاية من عيمين A plus infinity نهاية من عيصار A minus infinity على هذا الشكل فالآن B هاي بي النهاية خلينا شوي خلينا شوي نهاية من عيمين بتسعونا نهاية من عيصار وصوى plus infinity نهاية من عيمين A بتسعونا نهاية من عيصار A أكثر plus infinity فعشان هيك النهاية لل two side limits موجودي أنا كنت تتخليها للآخر لكن خلينا نحكي فيها الآن مش مشكلة هاي النهاية الأولى The two side limit does not exist اللي هي بقصد فيها الليمت لما X يقترب إلى A نهاية من على جهتي بهم نحدد يمين أو يصار واضح لوحد على X ناقص A هاي النهاية does not exist ليش لأنه النهاية من عليمين plus infinity ونهي من عليمين من عليمين يصار بين Everybody مش نفس مش نفس ايف ليش نفس العدد هو مش عدد لكن هيك افهمها من عليمين الشي من عليم منقدر نقول انه موجود ما بدرج على نقطة الحكينا فيها قليلا شوية غير موجودة في عداد حقيقي لك حلنا بدنا إياه هاي بسبب لص انفنتي تقترب إلى موجم من نهاية أو بنقول عن هاي النهاية increase without bound تجزال بدون حد واضح فهذا بالنسبة ل b بالنسبة ل c فمن على اليمين اشي له منس انفنتي من على اليسار اشي له بلص انفنتي معتوها النهاية أيضا does not exist أيضا c does not exist هاي نفس الشي هيك بس مش نفس الاغتران يعني هاي النهاية عندك ناقص واحد على ال x ناقص a شو صار في الناقص اثرنا على الاغتران في سالب صار عنده انعكاس في الرسم فالفوق صار تحت ولا تحت صار فوق هاي انعكاس على محور x انعكاس على محور x لانه اثرنا على الاغتران نفسه هذا بشكل يعني الآن احنا صرنا نعرف كيف نرسم اي اقتران و d هو عكس الاغتران لفوق فصارت النهاية من على اليمين minus infinity و النهاية من على اليسار أيضا minus infinity و عشان هيك النهاية من على الجهتين موجودة وتساوى minus infinity واضح؟ فهي مكتوب عندك بالتفصيل a,b,c,d كلها موجودة عندك طيب انا هذا هو المفهوم اللي اجلتو انا اللي هو vertical asymptote محور تماثل العامودي محور التقارب العامودي فيه هنا خلينا نشيلهن محور التقارب العامودي متى بظهر عندي محور التقارب العامودي هذا هو الشي اللي كنت احكي فيه قبل شوي لما يكون عندك infinite limit معناته فيه شي فيه الرسمي فهذا هو الشي اللي فيه الرسمي محور التقارب نعم vertical asymptote vertical asymptote طيب شو معنى vertical asymptote حكينا متى بظهر بظهر اذا كان عندي التالي شوف اذا كانت النهاية من عيسار a للاقتران f of x اي عيسار a مرة اخرى بتساوي موجب او ناقص infinity او اذا كانت او اذا كانت النهاية من عيمين a بتساوي موجي بموجبان elevated او اصنا نقرأها زي ما مكتوب عندنا اذا كانت النهاية من عيسار ايفي الساوي ااا إذا عند الإقتران f of x بتساوي موجوب insane او النهاية من عيمين a للاقتران 1 أ stuffing او الاقتران من عيسار اي لللاقتران ult無 Fellowship بنهاية Lux غير d او نهاية لما x يقتربل ايعي من عيمين إذا كانت النهائي على أحد الجهات أحد جهات X بساوى A إذا كان عندك النهائي على أحد جهات A بتكون infinite limit معناته غصبا عنك في عندك محور تقارب عمودي في عندك vertical asymptote فهيك بالرسم إذا كانت نهائي فقط من عليه صار A فهيك شكلها بالرسم هذا الخط الأحمر نحن نسميه vertical asymptote نختص ربع مرات في الرمز VA V dot A 1 dot A dot VA هذا هو vertical asymptote هاي خلص أو لو كانت النهائي من يعني يمين A ساوى مجمع infinity فعندك VA لو كانت minus infinity يعني في كل حالات اللي كتبت لك في آن فوق موجود رسمي تحت بخصوص ذلك فشو معناه هذا الكلام؟ معناها إذا ظهرت الـ infinite limit على أحد جهات A أحد جهات A يعني قصد جهات يمين أو جهة يصار إذا ظهرت الـ infinite limit إذا ظهرت الـ infinite limit على أحد جهات A هذا يعني إنه في عندك vertical asymptote عندما X بساوى A بس في عندك vertical asymptote عندما X بساوى A وهذا كلام مهم واضح؟ هذا كلام مهم جدا طيب الآن راح نفوت في الدرس الثاني الدرس الثاني في هذا واحدة نتحدث فيها عن computing limits حساب النهايات ففي عندنا في البداية some basic limit النهايات الأساسية إحنا راح نستفيد من الرسمات اللي بنعرفها عشان نكون مفاهيم على حساب النهايات شو الفرق بين الدرس الأول ودرس الثاني؟ الدرس الأول كنا نشوف limit من خلال الرسم في عندك رسمة من خلال الرسمية الآن في الدرس الثاني نحسبها بدون ما نرجع للرسم بدون ما نرجع للرسم ففي البداية بدي أستعين في هذه الاخترانات عساس أني أكون عندي علاقات فالbasic limit هذول الbasic limit هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي اربعة الأولى النهاية للثابت هو الثابت نفسه النهاية للثابت هو الثابت نفسه الثاني النهاية للمتغير X هو التعويض مباشر عندك النهاية عند الخمسة هو خمسة النهاية عند الاربعة هو اربعة وهي نفس العدد عند X النهاية للمتغير X هو نفس تعويض العدد ما في التعويض العدد الثالث والرابعة شفناها قبل شوي النهاية للمقلوب X من اليسار ناقص infinity والنهاية للمقلوب X من اليسار ناقص infinity والنهاية للمقلوب X من اليسار ناقص infinity الظول الربصومات بدل استفيد مننا عشان يكون عندي علاقات لاحقة طيب وواضح من خلال الصور ليش هاي النهاية بتساوي ثابت نفسه وليش هاي بتساوي X نفسه Y بتساوي X ذكرناها طيب في عنا مثلي لو جيد بتدرس الليمت لما X يقترب للناقص 25 عند العدد الثابت الثلاثة العدد الثابت الثلاثة نهاية لثابت الثابت نفسه لما X يقترب للصفر عند الثابت الثلاثة الثابت الثلاثة نهاية لثابت هو الثابت نفسه لما X يقترب للبي عند الثلاثة الثابت نفسه ما في أي تغيير طيب الليمت لما X يقترب للصفر عنده X عوض صفر المتلما X يخترر ناقص 2 عند X عوض ناقص 2 وهكذا هذا فارج بين هاي و هاي ثابت و X شعرة بسيطة و واضح طيب في عنا هاي خصاص النهايات شو خصاص إذا كانت النهاية للإقتران عند A للإقتران F of X موجود وتساوي L1 والنهاية عندما X يختر بالإقتران G of X موجود وتساوي L2 فهاي هي الخصاص اللي راح نستخدمها الخاصية الأولى النهاية تتوزع لحاصل جميع اقترانين خاصية الثانية النهاية تتوزع لحاصل طرح اقترانين خاصية الثانية النهاية تتوزع لحاصل ضرب اقترانين إذا النهاية تتوزع الضرب خاصية الرابعة النهاية تتوزع لقسمه طبعا شرط كنا بنعرف المقام ليس أصف والخاصية الخامس النهاية تدخل جوه الجذور إذا كانت عندك لمت لأي جذر فإن اللمت تدخل جوه الجذر طبعا هذا كلام رح جهو بعدين لأن القتران أو الجذر متصل واضح عشان يكفي عندك هنا شو هل سنشوفه فالنهاية تفوت جوه الجذر عادي نهاية تدخل على الجذور وهنا نجعل مكتوب عندك هذا كلام صحيح للون سايد لمت هذا كلام صحيح حسب الخصاص حتى وحددنا جهة واحدة نقدر استفيد من الخصاص نقدر ما استفيد من هذه الخصاص فإذا النهاية تتوزع على جميع عمليات حسابية بدون أي مشكلة طبعا مع المشاكل نحن نحاول عليها أسفار ومقام وخاصية الأضافية هي النهاية نهاية تدخل جوه الجذور واضح شو مكتوب هنا مع الحفاظ ويجب أنه لازم تكون أكبر من الصفر إذا كان ن زوجي إذا كان عندك جذر زوجي لازم تكون لازم تكون لازم أكبر من الصفر هذا كلام تحدثنا فيه سابقا طبعا الخصائص واضحة جدا فالآن هاي الخصائص سنستميد منها في حساب النهايات فلو جينا مثلا عن هذا الاغتران يعني هذا هيك بشكل عام عندك هنا F of X وعندك هنا T of X هنا زال 2 H of X في عندك لمة برة خلينا شوف كيف تتوزح هاي اللمت ففي البداية تدخل اللمت على حاصل طبعا في خاصية ماشي في خاصية من خلال خاصية الضرب إذا كان عندك ثابت في اقتران في الثابت بطلع برة أي من خلال خلال خاصية الضرب مش مشكلة طبع هنا اللمت لما X اقترب لأ F of X G of X وتوزع نهاي على على الجمع والطرع على جميع عنديها الحسابية شوفنا اللمت كيف توزعت والثابت بطلع برة للمت عادية ما بتأثر واضح هاي اللي يكون بدحكيانها فالثابت بطلع برة للمت حط عندك ملاحظة هاي خاصية هين أصلا جاي من هاي الخاصية ماشي كيفي عن جاني الخاصية إذا كان عندك بدل أفف X كما عندك ثابت وهنا في عندك G of X فاللمت بتتوزع لحاصل ضرب حد فعندك كان المت للثابت ضرب المت لG of X المت للثابت المت للثابت نفسه عشان هاي بستضفع عندك ثنين في اللمت زي قبل ثنين في اللمت مش مشكلة فانت حط عندك دائما انو الثابت دائما بطلع برة اللمت ما عنده اي مشكلة هنا في عندك حاصل ضرب اقترانات فالنهاية توزنهم على هذا الشكل بشكل بسيط جدا أيضا في عندك الأسس نهاية توزع على الأسس تدخل جوه الأسس اللمت ل F of X كل تكعيب هاي بساوي لمت F of X تكعيب طبعا هنا السبب انو الاقتران متصل ماشي فهاي عندك تعميم هاي ضيفة كمان الخصاص تقدر ضيفها لمت F of X قوة N بساوي لمت نفسها لمت تدخل جوه الأسس فعشان هيك لمت لما X عنده X قوة N بساوي لمت X لكل قوة وهي بساوي A قوة N زي تعويض مباشر ليش لأنه لمت تدخل على الأسس زي ما شفنا قبل شوي وفي عندك صارت لمت للمت غير X فهو منعوض A في X صار عندك A قوة N شغلات بسيطة جدا لكن دقيقة لازم انك تعرف تهد الموضوع طبع الموضوع راح نشوف أيضا هو Limits of Polonomials النهاية عنده كثيرات الحدود هذا موضوع مهم جدا وبصير جدا فهذا المثال احنا بداشنا بمثال عشان أفرجيك انه النهايات الاغتران الاغترانات الكثير الحدود هي نفس اللي شفناها قبل شوي انت قاعد تستييد من الخصاص وتوزع النهايات تفوتها والدخلها والطلعها وتوزع للجمع والطرح والأسس وتطلع معاك في النهاية شيء معين فزي من تشاي في هذا المثال بالتفصيل يعني وزعنا النهاية على حاص الجمع الطرح بعدين دخلنا طلعنا الثابت برا بعدين خلنا اللمت فوتناها جوا تربيع فصار عنده خمسة تربيع من المت لأربعة في خمسة ثلاثة فبطلع معاك في النهاية رقم فشو بدأ استفيد من هذا كان في عند هاي النظرية هاي النظرية شو تقول لي من الآخر يعني من الآخر بتقول لي النهاية عند اقتران الكثير الحدود هو تعويض مباشر انت اكتب هنا معنى هاي النظرية كلها النهاية عند اقتران كثير الحدود تعويض مباشر فلو من البداية اجيت على الخمسة وقت تعويض مباشر كأن نبدأ وجد صورتها هاي معناها خمسة تربيع هو خمسة وعشرين ناقص أربعة في خمسة يعني عشرين في خمسة ناقص عشرين يعني خمسة زات ثمان على طو بطل معاها ثمان سخين نتوقف شوي طيب رجعنا لك نعتذر فمعنى هاي تناول النهاية عند اقتران كثير الحدود هو تعويض مباشر أو تقدر تقول النهاية هو نفس الصورة النهاية لكثير الحدود هي نفس الصورة مربع طنو بعدين انطباع كبير في موضوع الاتصال هاي معناها النهاية عند العدد هي صورة مع الهذاك إذن هذا بالنسب للإقتران كثير الحدود وشوفنا موضوع جدا بسيط تعويض مباشر دائما في كل الحالات بدون أي استثناعات طيب لآن Limits of Rational Functions Limits of Rational Functions معناها النهاية لإقترانات النسبي كنا بنعرف إقتران النسبي وشوفنا في المحاضرات السابقة وحكيان إقتران النسبي هو عبارة عن كثير حدود على كثير حدود عبارة عن بسط ومقام طيب الإقتران النسبي أنا بحب أكتبها زي هيك وفصل لكل واحد للحال الإقتران النسبي النهاية عنده رح تكون على ثلاث حالات فهي معناها Output of Direct Combination هي معناها نتيجة التعويض المباشر أكتب نتيجة التعويض المباشر إذن مجرد ما أشوف إقتران نسبي وفي عنده نهاية عند عدد معين بروح للعدد معين وبعاوض على طول بعاوض فلما عاوض رح تكون في عندي نتيجة التعويض المباشر واحد من الثلاث أشكال الموجودة عندي لازم واحد من الثلاث ما فيه شراب واحد منها يا إما رح تكون عندك عدد على عدد هاي ممتازة أو عدد على صفر هاي رح تطلع معاك أو صفر على صفر هاي رح تكون فيها شغل للآخر فخلينا نشوف كل حالة فيهم على حدة الحالة الأولى عدد عدد لما عوض تعويض مباشر يطلع معاك عدد على عدد إذن ما عندك أي مشكلة الحالة الأولى ما عندك زيها زي اغتران كثير حدود عوض صحتين وعافي على طول فأول شي بمسك اثنين وبعوض تعويض مباشر بتأكد إنها عدد عدد يعني كيف أو خذ اثنين عندك هنا اثنين تكعيب يعني ثمانة ثمانة في خمسة يعني أربعين أربعين زائد أربعين يعني أربع أربعين صحتين وعافي البسط عدد المقام اثنين اكس ناقص اثنين يعني ناقص واحد إذا المقام أيضا عدد المقام أيضا عدد فخيرنا نكتبها على السري بأمسك بعوض تعويض مباشر هيا تطلع معاك أو من الآخر بتأكد إنها مش صفر ولا المقام صفر مش مشكل عوض اثنين فإحنا حكينا بتطلع معاك أربع واربعين على ناقص واحد تعويض مباشر إذن هاي على الحال الأولى على طول فيما أن على الحال الأولى معاك تعويض مباشر فهي بتطع معاك ناقص أربع واربعين ليش لأن أربع واربعين على ناقص واحد هانا موجود عندك حالها بالتفصيل إنه لمت والله وزعناها على القسم وبعدين وزعناها على جمع الطرف حالي حلو هذا بالنسبة للحال الأولى الحال الثاني هاي الحال الثاني أنا بحبها الحال الثاني لأنها بتعطيني شيء مرتب ومباشر الحال الثاني أكتب عندك عندما تكون النهاية بالاختران النسبي عدد على صفر فرح تكون النتيجة غصبا عنك مش عننا لا عنك انت غصبا عنك انت رح تكون انفينت لمت نتيجة نهاية انفينتي دائما شوفت النهاية عدد على صفر حط في بالك رح تكون نتيجة انفينتي ما لنهاية شو بدل عليك بدل عليك تحدد إشارة انفينتي عليها موج من انفينتي ولا ناقص انفينتي شو نكتوب هنا the limit may be minus انفينتي from one side and plus انفينتي from either side هاله معناها يمكن تكون منعجها side منفينتي ومنعجها معينة موج منفينتي وهي معناها ممكن تكون منعجهتين موج منفينتي ومنحال الثالث يمكن تكون منعجهتين minus انفينتي شو معنا هذا كلام معنا هذا كلام المتأكد 100% انها تكون انفينتي لكن مش متأكد منه إشارتها يمكن تكون منعلمين غير منعليصار زي الحال الأولى ويمكن منعليمين نفس منعليصار زي الحال الثاني والثالث طيب كيف نشتغل هذه نشتغل منخلاء خطوعدات بس بس ولا في أي شغل لا اختصر ولا جمع ولا أضرب ولا أطرح ولا حلل ولا إش فلو كان مطلوم مني فعل مثال 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 يعني هذول نفس الابتران نفسهم مثال لكن هنا معيمين الأربعة عيصار الأربعة للأربعة يعني هنا جهة واحدة وهنا على جهتي طيب شو بيسوي شو شو بيسوي أول نقطة عوض تعويل مباشر عشان تحدث الحالة بليف تشتغل عليها فلما تعوض تعويل مباشر بطلع عندك ثنين ناقص أربعة ناقص اثنين في البسط على اكس ناقص أربعة أربعة ناقص أربعة يعني صفر فصار عندك اربعة اثنين على صفر يعني عدد على صفر بعرف كل حب الكتاب خلينا نخطب لو نخطب بصير لعنا إيش لك فلوح أي وحدة مننا لنكون لعند الأربعة خلينا أخو مثلا كون لعند الأربعة يعني تعوض الأربعة بطلع ماكس ناقص أربعة يعني ناقص اثنين على صفر ليش صفر لأنه في عندك كان أربعة ناقص أربعة إذن من خلال التعويل مباشر ظهر عندي عدد على صفر حددنا نوع المرض نوع المرض عدد على صفر معنا تشوف تكون في مخك هذا الجواب ما لنهاية على طول هذا الجواب ما لنهاية تمام لكن بدي أحدد إشارته بدي أحدد إشارته فبروح على طول بعمل خط عدد أنت به نسوي خط عدد هذه نقاط مهمة جدا وبتفرق معاك بعمل على طول خط عدد وبعدين بحط على خط العدد كل عدد بصفر البسط وكل عدد بصفر المقام واضح؟ كل عدد بصفر البسط وكل عدد بصفر المقام لأنه بفرق معاك في الإشارة بس فكل عدد بصفر البسط يعني 2 وكل عدد بصفر المقام يعني 4 وناقص 2 فصار عندك 3 اعداد هذه الخطوة الثانية إذن الخطوة الأولى تحديد الحالي يعني بتعوض تعوض مباشر الخطوة الثانية إذا ظهرت معاك على الأصفر سوي خط أعداد حط عليه كل عدد بصفر البسط وكل عدد بصفر المقام خط وثاثي دراسة الإشارة ادرس الإشارة خط عدد أكبر من أربعة عوضوا شو شو بصير معاك وخط عدد أقل من أربعة عوضوا وشو شو بصير معاك طبعا هنا أنا بدي النهاية عند الأربعة بس بدي أدرس الإشارة حوالين الأربعة يعني لو درست هاي فقط اللي أنا بدي أحددها هاي انتبع عندي بعد ما تحط بعد ما تحط العداد بصفر البسط ولمقام لو درست الإشارة بس هنا مش مشكلة يعني ما في داعي طلح هاي الإشارة وما في داعي طلح هاي الإشارة همشي عيمين الأربعة وعيه صار الأربعة بس شو صار عندي الآن النهاي من عالمين الأربعة بما أنها عدد على صفر أنا متأكد أنها إنفينيتي لكن بما أنه إشارة هنا السالب معناته ناقص infinity زي ما هو مقتوب عندي هنا والنهاية من عيسار الأربعة بما أنها عدد على صفر إذن أنها infinity وبما أنها شارة موجة معناته موجة من infinity بس فزي ما حكينا أنا متأكد أن infinity لكن أتأكد من إشارتها والآن بما أنه النهاية من عيسار الأربعة لا تصعوا نهاية من عيمين الأربعة إذن النهاية الكاملة من العجهتين does not exist إذن النهاية من العجهتين does not exist هذا A هو هذا هذا B وهذا وهذا C موضوع بسيط جدا عبارة عن خط أعداد واضح؟ إذن عدد على صفر على السريع من لما يشوف عدد على صفر بروح بسوي خط أعداد بحدد فيه كل شيء بصفر بسط ومقام بدرس إشارة حوالين اللمت البديها بدرس إشارة حوالين اللمت البديها اللمت عند الأربعة بدرس حوالي الأربعة لو كان عندي ناقص ثنية بدرس ألوله اللي أنا استثنيت واضح؟ موضوع بسيط جدا الحال الثالث لم يطلع معاك صفر على صفر في عندك هاي النظرية وهاي الحقيقة هذا green card هذا الإشي اللي بنستفيد منه إحنا دائما شو هذا الإشي؟ بدي أعطيك إياه أو خلينا نقرأ خلينا نحكيه بشكل عام بعدين نقرأ طيب شو معنى هذا الكلام؟ إذا كان فيه عندك اختران نسبي وكان نتيجة تعوده مباشر صفر على صفر اختران نسبي تعوده مباشر صفر على صفر هذا شو معنى؟ معناته غصبا عنك رح كوم فيه عندك معامل مشترك بين البسط والمقام رح كوم فيه عندك معامل مشترك بين البسط والمقام طيب شو معناها مرة ثانية؟ F P X على Q X is a rational function لكان عندك الاختران هو اختران نسبي for which P of A equals 0 and Q of A equals 0 هذا شو معناته؟ رح تعوضت A عوضت العدد A في البسط والمقام الدينومياتر البسط والمقام must have one or more common factors of X minus A شو معناها؟ معناته إذا انت عوضت عدد سفر لك البسط ركز لك كلمة عدد إذا انت عوضت عدد سفر لك البسط سفر لك المقام معناته البسط والمقام رح يحتوي على معامل مشترك كيف شكله؟ X ناقص العدد نفس العدد اللي سفر لك البسط المقام هو هذا يعني لو عوضت انت أربع وصفرت الأربع بسط المقام معناته رح تلاقي X ناقص أربع عامل مشترك وهكذا خلينا نشوف هاي الأمثل A اللي متلما X يقترب للثلاث X تربيع ناقص 6 X زاد 9 على X ناقص 3 رح تعوضت للثلاث شو تعويض الثلاث X تربيع 3 تربيع يعني 9 9 زاد 9 يعني 18 ناقص 6 في 3 18 18 ناقص 18 يعني 0 إلا أن البسط بتحط زيه تختبر الإشارة تقاعد تختبر نوع الحالي فلما اختبرت نوع الحالي طمعه كان الفوق 0 والمقام عوضة 3 3 ناقص 3 يعني 0 ها شفت أصور على 0 على طول ما فيه لا تتردد على طول عندي عام المشترك اسمه X ناقص 3 على طول كيف عرفت أنه X ناقص 3 العدد اللي صفر البسط والمقام هو الثلاث بمعنى ثلاثة صفر لك البسط والثلاثة صفر لك المقام معنات رح تلاقي X ناقص 3 هو عام المشترك فبالنسبة للمقام موجود قدامك هو ينوك X ناقص 3 لكن بالنسبة للبسط نحن بدنا نطلعه من خلال التحليم يعني بمعنى آخر ما تأكد أنه فيه عندي في البسط X ناقص 3 طلح واضح فالآن لما هيجي تحلل تطلع معاك هاي بيساوي X ناقص 3 الكل تربيه مربع كامل ليش لأنه 6 على 2 الكل تربيه بتطلع معاك 9 6 على 2 على 3 الكل تربيه وطلع معاك 9 عشان هيك هاي مربع كامل ما بهمنا اللي بهمنا أنه فيه عندي على المشترك بوجب من خلال التحليم أيو عندك X ناقص 3 الكل تربيه على X ناقص 3 اختصر واحد من هالثنتين مع الواحد اللي تحت بصف عندك limit هي X ناقص 3 عوض 3 وطلع معاك بساوي 0 كل بساطة عندك 0 على 0 ما أنت عندك عن مشترك حلل احفظها حتى لو ما كنت عرف تحلل يعني خلينا نحكي في الموضوع حان شوي عندك كان X تربيع ناقص 6 X جاءت 9 يعني أنا الآن 1 بابع أعرف حلل يجيت نصفة 5 طيب الآن لو جيت قلت لك هاي معادلة تربيعية وهاي معادلة تربيعية أنا متأكد 100% أنه في عندك فيها X ناقص 3 أنا من هون جبت هذا الكلام جبت من خلال limit بما أنه تعويض 0 على 0 0 على 0 معناته في عندك عن مشترك X ناقص 3 هي الأول هذا حد موجود في هذا التحليل غصبا عنك حد الثاني أنا بدي أعرفه طيب كيف بدي أعرفه هاي بحط X شو موجود عندي هنا موجود عندي 9 ناقص 3 شو بدك تضرب عشان صير موجود 9 في الناقص 3 عشان تتأكد زيادة ناقص 3 ناقص 3 يعني ناقص 6 بس لو ما كنت يعرف تحلل بسي تسلح لحالك انت صار عندك حد معروف من خلال هذا الحد المعروف بدك تعرف الحد الثاني عشان هيك هاي تطع معاك مربع كامل X ناقص 3 فهذا الموضوع جدا ممتاز جدا ممتاز حتى ما كنت ضعيف في التحليل او حاب تتأكد تحليلك تتأكد بشكل بسيط لانه انت عارف انه في عندك واحد من الحدود موجود دايما هو اللي بيصفر البسط المقام هلا بالنسبة لأي بالنسبة لأبي نفس الكلام عود تعويض مباشر بصير عندك ناقص 4 في 2 يعني ناقص 8 زيادة 8 وفي المقام ايضا صفر طاع معاك صفر على صفر معاك في عندك المشترك هو ايش تبعيندي هو ايش هو اكس ناقص الناقص 4 زي مكتوب هنا في عندك كمون فاكتور اكس ناقص الناقص 4 يعني اكس زادة 4 واضح فمعاك في عندك اكس زادة 4 في البسط المقام لسه تتخوص طلح من الاخر هيك طلح فعالسريع نبدو نصير لأدور على اكس زادة 4 بالنسبة لبسط كيف تتجيبك اكس زادة 4 خذ اثنين على المشترك اه حلو بالنسبة للمقام معادلة اربعية اه كيف بده في تحلل حلل فهنا وماكن تعب تحلل بدنا نعيني الكلام مرة ثاني هنا عندك من هاي مؤادلة اكس زادة 4 كيف تتعب تحدث ثاني اكس زادة 4 كيف تصير ناقص 12 اضروه في ناقص 3 خلص يعني عادة عندك اكس زادة 4 اكس ناقص 3 ما بدها اي اش ما بدها اي اش لو ماكن تعب تحلل اذا راح تختصر احنا ما نحب نكتب زي هيك والله كنا نكيف عليها هيك نرفع هاي شوي فوق عشان نعرف مكتوب حيوة كنا نكيف علي قال هيك يا السلام اختصرنا اكس زادة 4 مع البسط المقام فصف عندك اثنين يعني هنا الفرحة الله بعلم فيها فبصر عندك على هذا الكلام عوض بطلع معك اثنين على سبعة سالب او سالب سبعة اثنين على سبعة سالب سبعة سالب سنين على أسبعة فرالح موضوع جدا بسيط امشي على على الروشيد دائما جر بطلع دائما لخطوة عوض يعني في الأس اللي راح نطقيها بعدين أول فالآن بطلع ماكس 0 على صفر بغمض عيونك صفر على صفر عند الخمسة آتو X-5 على المشترك فتح عيونك بس ماشي الآن بدنسل البسط عندك على المشترك X-5 شوضع من الثاني ناقص خمسة كده تصير ناقص عشر بضروف موجود وثنية على طول يعني بدون لو ما كنت عاي تحلل نفس الشبب بالنسبة للمقام عندك ناقص خمسة كده تصير 25 بده ناقص خمسة موضوع جدا بسيط فالآن صار عندك تحليل على هذا الشكل خلينا روح نرجع للإنشاء الله بنكيف عليها هيتها يا سلام اختصرت أنا اختصرت يا سلام فانا اختصرت شو صفر معاك صفر معاك X-2 على X-5 ممتاز شو بصير عندك في هاي الحالي صار عندك النادج النهاية بعد التبسيط وتبحيص والموجود وشو على هذا الشكل عوض ما في مشكلة عوض لما نجينا عوضنا روحنا عوضنا هيك مسكنا القلام عوضنا والله عوض يلا خمسة بطلع معاك سبعة خمسة بطلع معاك صفر ايه عدد على صفر هاي ما لنهاية وانت مغمر هاي ما لنهاية والله والله ما لنهاية طب كدك سوي بس بدي أتأكد من إشارة النهاية من المين وعي صارعي موجود وسالعي بس كيف خطة عداد يالله قول بسم الله يالله بسم الله فهنا ما شو مختوب يعني بما أن نهاية البسط لا تسعى الصفر ونهاية المقام تسعى الصفر يعني تروح وتروح خطة عداد احنا منعرفها عدد على صفر عدد هي معناها عدد على صفر رقم هي منعرفها دائما رقم خلوي عدد على صفر طيب عدد على صفر خطة عداد كنش بصفر البسط ما كنش بصفر مقام بصفر البسط ناقص 2 بصفر مقام عند الخمسة حان درس النهائي على الخمسة معاته بدي هاي وهاي هاي ما بتهمني عيمين الخمسة موجه من النهائي عيصار الخمسة ناقص من النهائي عيمين الخمسة موجه من النهائي عيصار الخمسة ناقص من النهائي ايه والله بعرف او بتعرفهم لش لا اذا بما أن النهائي من العيمين لا تساوي نهائي من العيصار او النهائي عن اليمين تختلف عن النهائي من العيصار هذا معناته النهائي من الجهتين المطلوب من النهائي من الجهتين لاحظ نهاية العجهتين شو بتساوي does not exist نهاية غير موجود لأن النهاية العلمية لا سوى نهاية العسار وهايش بتكون نهاية محاضرتنا لليوم وموضوحة جدا بسيط ومرتب لا تنسى في آخر موضوع عندك بدك تمشي على هذا يعني اعتبر انه هذا عندك مستشفى وهاي الطوارئ فوت المريض على الطوارئ شو الحال عنده والله عنده هذا عدد العدد رح ودي هذا ماشي شو الحال عنده الفلان الفلان والله عنده عدد أصفر جيبه جاي انت أصفر أصفر على العمليات ماشي فانت بدك تحدد نوع الحالي عشان تعرف شو بالتشتغل وكل حالي لها طريقة لشو الحال الأولى ما عندك مشكلة الحال الثاني ساوي فنتي الحال الثالثي عام المشترك طب فموضوع النهايات لغاية الآن بسيط وسهل ومنتع والاشيء بدي أحكي فيه في هذه المحاضرة أتمنى أن أكون واضحة وبتمنى يعني دائما بقول هذا كلام أكتب 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 في إيدك أكتب المحاضرة في إيدك إذا بدك تتكل إنها موجودة عندك والله ما رح تستفيد وفي نحن عافين هذا كلام لأنه رحنا شايفين طلاب وشوف ظروف الطلاب لأنه لما ييجي موعد المتحان رح تلاقي حالك فائد في الحيط إذا يعني فاينل أو المد فذي ما كنت تكتب ما رح تلاقي الموضوع سهل رح تلاقي حالك متكل على إيشي وفاجه هذا الإيشي رح يخلط لك إذا كتبت فيه لك رح تلاقي موضوع جدا بسيط ورح ترسخ الفكرة في ذي هناك ويمكن أنت بتكتب رح تلاقي عندي أنا خطأ في الكتابة أو تلاقي عندك أنت مشكلة في شيئ ما وتسألني هذا بالنسبة للكتابة وبالنسبة للمحاضرة زي ما حكيت لك حاول كل محاضرة يومها بيوم أو ثاني يوم تكون على أقل لأنك شاهد الفيديو وأنك تكون كاتبها وبعد نشور الفيديو تكتب ملاحظاتك هذا شيء مهم جدا وأهم شيء أنه تكون شرحي واضح بالنسبة لك أنت أنا بهمني في النهاية أنه تكون فاهم والله ما بهمني أي شيء ثاني أنا بحاول أتعب معاك أحساس أنك تفهم وبتمنى أني أنا بسوي شيء كويس بالنسبة لك يعني ما بتمنى أنه اللي أنا بسويه هو كويس مش أنه ناقص أو في أي مشكلة وفي طلب بيسألوني على الإيميل أو حتى على المنصة نفسها عن الكويس والامتحانات متحان مد رح يكون في نهاية الشهر وبالنسبة للكويس رح يكون في نهاية الأسبوع في عندنا كويس وهذا كويس بسيط جدا والله الغاية منه أنك تكون دارس بس تكون دارس فراح تفوت على كوز رح تلاقي الموضوع جدا بسيط فراح تكون في كوز بالنسبة لليوم أنا حاب يكون يوم جمعة يعني أو جمعة أو سبت يا جمعة يا سبت عساس أنه كل ما يكون عنده محانرات بالنسبة للموعد رح نحدده رح يمكنها يعني 90% رح أعمل استفتاء وشوف شو الموعدة بناسبة للأغلب والغالبية يعني رح كيف الانتخابات رح نسوي لكم انتخابات جو المنصة دموقراطية رح نصول لكم دموقراطية ونسوي انتخابات جو المنصة ونشوف شو الموعدة بناسبة للأغلبية لاخل الأقلية الله لا يردها وبعدين بنشوف موعدة كويس نعمل فيه الكوز رح تكون من عشر علامات موضوع بسيط جدا ورح تكون مادة الكوز على مادة شابتر زيرو على مادة الفنكشنز اللي خلناها يعني النهيات لا واضح وزي ما حكيت لك والله الغاية منه انك تكون وامدارس لانه هاي والله انك درست وانا بدي أعطيك العشر علامات هيك خطع ادرس وحل يعني بناءك رح أقول عندك الكوز بسيط جدا لا تروح جيب أس يعني وجيب سبرمان ومبعرف ايش واستاد خصوصي وتحت الضغط واهلي كاف لا اقرأ دفترك حل الأمثل غير الأمثل غير فيها رقم رقمين بس انت يكفح لا تغلب حالك لا تزود على حالك دائما خذوا موضوع ببساطته خذوا موضوع بسهولته احنا مش وزارة عشان جيب لك انتحنات وزارة او انتحنات توجيهة معقدة او بصرحيش الحال النفسية بتهمني انا اذا كانت نفسيتك مرتاحة رح تجيب عندي مية اذا بتدائق شوي رح تخبص فزي ما حكيت اخذوا موضوع بكل سهولة رح كون الكوز وراح كون تحمد نهاية الشهر وبتمنى انك تكون متابع معاي انا ما بحب ادور ورا الطالب تلايش ما بتحضرون تلايش ما بتشوف وهل انت بتحضرني لا ما بحب لا انا بهمني انك بكل راحتك تشوف المحاضرة انا معطيك ثقة وبتمنى انك تكون على قد الثقة يعني بعض مرات حين نحكيش على المنصة او نحكيش في المحاضرة في الفيديو واحد بسألني عن انشي قبل سبوع سبوعين طب معنات انت منتشاه في الفيديو معنات انت منتشاه في المنصة منت متابع فتابع يعني عيب تابع شوي يعني ما بدي اضغط عليك ففي المقابل انت تكون على قد الثقة اللي معتك هي هنا لانه اذا بتغير بصير منك كويس انا خليك كويس فخلينا نركز على المحاضرات اتنا ونركز على البدنية احنا جايين نتعلم احنا جايين نتمشكلة او جايين نتصادم في بعض في النهاية بحب اذكركوا في موعد او خليها شوي انا احنا يعني دائما بقول لك تابع الإعلانات انا رح هنزل الإعلان بخصوص هذا الكلام خلال هذا الاسبوع ما بعرف هاي يوم لا تجي تسألني لا شوف الإعلانات شوفت إعلان نازل ماشي ما شوفت إعلان نازل لا تسألني وين الإعلان رح يكون الله يعطيكم العافية وشوفكم على خير إن شاء الله بتمنى نكون أمور واضحة واللي عندها يسأل يسألني على الإيميل والله يعطيكم العافية شوفكم على خير إن شاء الله